اشتركوا في القناة 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 حينما يعرف أن اسم الله عز وجل الرقيب و كيف نتأدب مع الله عز وجل في هذا الاسم التحديد الشيخ مرزوق الحمد لله رب العالمين و صل و صل و صل على ختم نبينا و إمام المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه رمعين و بعد لا شك أخي أبو عبيد أن التأمل في اسم الله سبحانه وتعالى الحسنة و صفاته العليا يزيد الإنسان إيمانا و جمالا في سلوكه و حركاته و سكناته و كلماته على سبيل المثال اسم الله سبحانه وتعالى الرقيب و صفته من ذلك أن الله يراقب عباده في علانيتهم و في سجرهم لا شك أن الإنسان إذا تأمل أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه مطلع عليه لا شك أنه يتق الله في سره و علانيته كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبر رضي الله عنه قال اتق الله حيث ما كنت في أي مكان كنت اتق الله كنت في بر كنت في بحر كنت في جو كنت بحدك كنت مع الناس اتق الله يعني اجعل بينك و بين عذاب الله سبحانه وتعالى و قاية و حاجز و مانع يمنع عذاب الله عنك و هذا لا يكون إلا بفعل الطاعات و ترك المعاصي و السيئات لو تأمل الإنسان أنه أحد يراقبه في كل مكان لعدلت جلسته و حسب حسب كلماته و لا شك أنه لن يأتي بخوارم المرؤة اللي هي قوادح رجولة أو قوادح عادات المجتمع بالتالي لن يفعل المحرمات أو الممنوعات في تلك البلد كما أننا نعرف بعض البلدان الآن الكاميرات المراقبة في كل مكان تجد الشعب منظر و إن كانوا ما هم مؤمنين ما هم مسلمين الشعب منظر الخوف من القانون الخوف من القانون نحن يجب أننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى بأسمائه و صفاته و نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرقيب سبحانه أيضا فهو من صفاته أنه يراقب عباده إذا تأمل الإنسان هذا صلح حاله و الله جل وعلا ذكر لنا مثال في القرآن مخيف جدا و يجب على المسلم أن يتأمله بينه في كل وقت و حين في صفة الرقيب مثلا قال ربنا جل وعلا لما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم و لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أنا لعلي أسأل نفسي أولا و أسأل المشاهدين نحن إذا أردنا أن نفعل معاصي من المعاصي نختبئ من من؟ من الناس ممكن من الناس ممكن تغيّم شاشة التلفون بحيث تكون السوداء اللي بجوارك و يشوف أن شنو تصفحه أو تدخل مكان و تغلق الأبواب لكن هل نستطيع أن نعصي الله و نحن نختبئ من بشرتنا من سمعنا من بصرنا و ما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم كيف الخرج كيف الخروج و كيف الملجأ شيخ ما تفسير هذه الآية فعلا آية تجهد و وقفة و ما كنتم تستطرون إذ و ما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم ما راح تستر في معصية الله سبحانه وتعالى من سمعك ولا بصرك ولا جلودك ما راح تستر هذه الأعضاء التي تعصر الله سبحانه وتعالى فيها هي التي تشهد عليكم القيامة ثم يجادل الإنسان بدنه يقول والله عن كنا كنت أجادل يعني يبيل خلاص البلد بدنه عشان ما يعذب النار في الآخر نساء الله أن ينجينا يقولون أنطقنا الله الذي أنطق الله كل شيء نحن وتعالى نعم فهما كنتم تسترون يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم لكن مشكلتنا وين أبو عبيد في تمام الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذه المشكلة التي أردتنا و أوقعتنا في المعاصي و الذنوب نتكلم إن شاء الله شيخ مرزوق عن عدم استحضار معنى اسم الله سبحانه وتعالى الرقيب و كيف الإنسان يفعل أو يستحضر هذا الاسم حينما يهم بمعصية لكن بعد ذلك الفاصل إن شاء الله إذن فاصل لحبتنا و راجع لكم في أدب الفراء ضبقوا معنا أهلا بكم شيخ مرزوق ذكرت قبل فاصل حقيقة آية عظيمة إنسان يجب أن توقف عندها و يستحضرها و يعرف أن الله عز وجل يحذر عباده من عدم مراقبة عز وجل و ذكرت فعلا تفسير هذه الآية و وقفة جميلة عند الشيخ مرزوق نعم هي قوله تعالى و ما كنتم تسترون يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم و لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذه المشكلة هي التي توقعنا نحن فعلا في المعاصي أننا نظن أن الله لا يعلم كثيرا مما نعمل فبالتالي يتجرأ الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى و يتناسى أن الله رقمنا عليه و ينسى أنه سيشهد عليه غدا يوم القيامة بدنه و سمعه و بصاره سبحان الله ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأردق تمام الآيات هذا الظن الذي ظننا بربنا أن الله لا يعلم كثيرا مما نعمل من المعاصي والسيئات فأردقكم فأصبحتم من الخسرين يعني من أهل النار صلى الله عليه وسلم و العالمين فإن يصبروا فالنار مثول لهم و يستعتبوا يدورون العتب يدورون مجادلة فما هم من المعتبين هذه يعني هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى و صفة من صفاته أن الإنسان لو تأمل هذا الباب و نحن في هذا البرنامج ما نستطيع أن نأخذ حقيقة يعني والله ما نستطيع أن نأخذ كل اسماء الله سبحانه وتعالى و ما يتدل عليه من معاني جميلة و جليلة و كيف تنعكس على الإنسان إيجابا و تبعده عن الأمور السلبية ما نستطيع أن نأخذها لأنها تحتاجها برامج و برامج بلا شك لا شك أن الموضوع إذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى و بأسماء و صفاته سيطول بين المقام نعم شهر يسمح لي يعني هذه الصفة بالذات الرقيب نحن الآن في شهر رمضان مبارك الصائم يستحضر هذا الاسم يعني يشكل كبير في هذه الأيام الله يفتح ليك لفتة جميلة منك الآن نحن في الصيام مثلا الواحد لو اختلوه عطشان و ريجة ناشف و يختلوه الماء قدامه لكن يقول لا والله ما أفطر ما أفطر أبدا يا أخي ما أحد عندك ولا أحد يشوفك أنت بنفسك تكلم نفسك تقول لا خلاص الله يطلع علي و الله شاهد علي صحيح و هذه هي المراقبة نعم و نحن في مدرسة رمضان يجب أن نتحلى بأداب الصيام في رمضان و بعد رمضان صحيح ربنا سبحانه وتعالى موجود بأسمائه و صفاته في رمضان و في غيره هذا التأدب الذي نحن نهدف إليه هذه الأداب لما نتأدب مع أسماء الله سبحانه وتعالى و مع صفاته الجليلة العظيمة الجميلة لا شك أنها تهدف بنا إلى بر الأمان و إلى بر السلام ترى حتى لما يشتمك أحد في الشارع و لا يسبك أحد أن تدري أن الله راقب عليك لا شك لا شك أنك تتجنبه و أنك ما ترد الإساءة بإساءة مثلها و إنما و لئن صبرتم لهو خير للصابرين مع الجواز مع الجواز يعني من غلط عليك بخطأ يجوز أنك ترد عليه بنفس الخطأ من غير زيادة نعم كما قال ربنا سبحانه وتعالى و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ما عاقبتم به لكن الأجر الكبير و إن قال و لئن صبرتم لهو خير للصابرين نعم هذا الإسم الجليل العظيم اسم الله الرقيب و هذه الصفة الصفة الجميلة التي نحن نهدف لنا يعني نهدف لها كوزارة التربية مثلا أنا معلم في التربية دائما نحاول نغرس في أنفسنا و في جيلنا القادم نسأل الله أن يحفظنا و إياها من كل شر التي نسميها المراقبة الذاتية صحيح لازم الإنسان يكون في نفسه مراقبة ذاتية و لازم في تربيتنا لأولادنا لازم نعلمهم مراقبة ذاتية و هذه خير تربية و هذا هو الواجب رسول السلام كان يعلم حتى أن الصغار و الشباب هذه مراقبة شيخ مزو دائما صحيح و هذا هو الواجب صحيح يعني أنت لازم أنك تعلم عيالك أنك تصلون أنا موجود و المو موجود أنا حاضر و المحاضر أنا اليوم عايش بإياكم عيالي بكرة أنا لم أكن موجود على الدنيا أنت صل لله و تعبد لله لأن الله هو الباقي أنا ماني باقي إذلك شيخ مرزوق نأكد على هذا المعنى أن خير تربية هي تربية بغرس العقيدة السليمة و أبو رغب الله عز وجل الله يفتح لك نشترك لحلقة شيخ مرزوق و وصلنا إلى ختام معك و لكن يمكن من معك في حلقة مقبلة إن شاء الله بإذن الله أزاك الله خير و بارك أيضا شكر موصول لكم من يلحب هذه المتابعة انتظرنا في حلقة مقبلة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة